ماضي ساعتين وستة دقائق على EFM مساء النور مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور شيك حلقة الجمعة 26 مايه 2023 نفس الموعد ماضي ثلاثة كل يوم من اثنين للجمعة مرحبا بناس كل ياسموا فينا على الافريقان سمتاعنا تحياني تابعوا فينا على الفاج فيسبوك راديو EFM الفاج EFM سبور وال EFM TV على يوتيوب 24 على 24 حديث اليوم على الانتسار البهر لمتخب أقل من 20 سنة في المنديال ضد العراق وأماننا في التأهل للدور الثاني هل ينضم زيدان لمنتخب الجزائر تفاصيل بعد شوية قائمة منتخب المغرب لمبارتين كاب فير وجنوب افريقيا ونهائي الكاس بين الترجي والأولمبي الباجي وآخر أخبار كلاسيكو البطولة بين النجم الساحلي ينزل ضيف على النادي السفاقسي سبور شيك ما ساعتين ماضي ثلاثة مرحبا تحيي المخرجة نور منظر في الاعداد يهيب ويمان في ال EFM TV وماما القربي وماما سليتي في السوشال ميديا قبل الكورة القدم وقبل ما ينضم لي في السوديو خالد القربي ومحمد سليتي البداية بالتينيس دورة مرسا ويمانس تينيس تور دورتين ومن الحقيقة ليس دورة من 28 مايه حتى 11 جوان الحديث على التينيس ومارسا ويمانس تينيس تور حاضر معي يسر نيجا مرحبا مرحبا ماذا نحوالك الميكروب ماذا نحوالك ماذا نحوالك الحمد لله مرحبا مرحبا بك سعادة جدا بحضورك معنا أنت مديرة الدورة الدورة مارسا ويمانس تور التي تمتلق ان شاء الله 28 مايه دورتين نحب كل التفاصيل فيما يخص الدورتين هذوما من البرائز ماني للسورفاس للمكاني قامت الدورتين هذوما وكل المشاركين ولا اللاعبات ممكن مشاركين مشاركات بلوتو في الدورتين هاي يا عيشك والحاجة نشكرك على الاستضافة كما قلت احنا فرع تنسب المساق برياضي بالمرسا نظم دورتين دورتين هذوما في إطار السيخكوية البروبيسيونيل تالي تيف دورت النساء المحترفات اللي نسميوه إطايا فورد وومنس تانيس تور دوق الدورتين هذوما من 28 مايه إلى 11 جوان دوق الدورة الأولى من 28 مايه إلى 4 جوان اللي هي البرائز ماني بتاحها جسموه 25 ألف دولار والدورة الثانية اللي هي تبدأ 4 جوان وتوفى نهار 11 جوان إن شاء الله والبرائز ماني بتاحها 40 ألف دولار دوق الدورتين هذوما بشاب ديو دوق دورة لولا كما قلنا نهار 28 غضواً أول نهار في جوارات للساينين دوق الدورتين هذوما بشي شاركوا فيهم العديد من اللاعبات دوق الدورة الأولى عنا أن تبلو كاليف في 48 لعبة والتبلو فينال في 32 والدورة الثانية في 32 لعبة في الكاليفيكاسيون و32 لعبة في التبلو فينال 30 بلاد مشاركين في الدورتين أهي حسب تقريباً من جنسيات مختلفة 30 بلاد من جنسيات مختلفة المشاركة تونسية مشاركة تونسية موجودة عنا ما بين ثلاثة وستة لعبة غضوة نعرفه العدد الخراني النجموش نسميه على الأقل ثلاثة اي نجموش نسميه كيف مشكول؟ عنا بشري شراز بشري عنا رنيم رسيل عنا هيبة هاني عنا سارة بنعباء عنا فردوس البحري عنا جسمين بنعباء ايضا مكلة يتأكدون غضوة يجي يخرج التابلو ان شاء الله فمشكون تصنيفوا أهلو للتابلو فينال فمشكون يحضوا ويد كارد هكا ولا يفهميش ويد كارد اي لا لا ثم ثم اللي قلتهم لكان لولانين هذو ما الاربع لولانين ميخذين دي ويد كارد للتابلو فينال اه اه في الدورة الأولى الدورة الثانية ما زال ما معناش المعلومات عليها خطر تجينا دوك نهارين قبل البداية الدورة في المستير اه عنا دورة جازمين اوبن مثلا من فئة 250 نقطة اللي هي دورة محترمة جدا وحتى في التصنيف وفي عدد النقاط والبرايز ماني على اعلى مستوى وان شاء الله حتى يقدم تورنو هيدا علش ميوديش من فئة 500 في قدم السنوات اه فما الكيات تونيسوبين أسبوع للفرد الدورات هذو ما كله كي تحلوا البيب لدورات أخر عكا ولا ماذا اه صحيح صحيح هما في المستير ثم دورات على طول السنة وجستما احنا هذيك عالش اخترنا وساعدوا في تحسين التصنيف للاعبين تويس اي اي تبدأ اللاعب تونسية عندها دورات في تونس نقصلها من مصاريف تنقل وخليها تربح دوبتية احنا نعطيه الدورة الاولى اللي هي من سن 25 أف دولار فها 50 النقطة دوبتية للافئز بيانسووا الفيناليس عنده نقاط اخرين لكسيت اغاث والدورة التانية فها 70 نقطة بيانشو، تشجع برشا تونسا ونجم يطلع في الكاسم يقدمه في التصنيف أكيد برقيتوا دعم من الجهات الرسمية مدام؟ ايه هذوما الدورتين هما تحت رعاية لجامعة تونسية التنس وعلى رأسها مدام سالم الموالهي ذوك هي اللي اعطيتنا ثقة بش نجمو، نظمو للدورتين هذوما يسوما هما الدورتين هذوما عاليش عطيونا الثقة على خطر برشا تجهزات جدود برشا تحسينات جدد عملنا في النادي. عملنا أربع ملاعب جرين سيت جدد. إحنا كان عنا ملاعب أرضية ترابية كهو قبل. طبعنا أربع ملاعب جرين سيت. بدلنا إضاءة الملاعب بالكل. واللي هو تكنولوجي ليد. بدلنا الحجرات الملابس. عملنا هيئنا الإسباس باق بين الملاعب. مرحبا بيك. مرحبا بيك وجا شوف. إن شاء الله نعمل الطالة ونجي وعليش لي. دعم الجهات الرسمية. قلت أن الجامعة التونسية للتنس. من عرشة الوزارة لجنال الأولمبية كل هؤلاء. فما نعمل من الدعم أو ليه؟ فرعة التنس يتبع الجامعة التونسية التنس هي الفيزا بي. في الأمور هذي. أما حبيت نضيف حاجة تحت ريعات الجامعة التونسية التنس. أما تنس روما غير المستشهرين. بضع المستشهرين والله. وفي ستونس تونس يتبع المستشهرين. نعم. ستبع المستشهرين والمستشهرين والمستشهرين والمستشهرين. المكتب الجديد هذا الهدف متاعه. اللي يولي فرعة التنس بالمستقب الرياضي بالمارسة. قطب للتنس. وتولي عنا عادات في إقامة عديد. العديد من الدورات. معاش دورة بارك. احنا صحيح تاريخ مستقب الرياضي بالمارسة. معنا فيه برشة تنظيم دورات جا عديدة. معنا سنيب على ايزامل في الفرعة التنس. نظمنا اربع دورات. دورة الاولى تاع ايتيف جونيور. اللي هي ما بين 13 و 18 سنة في مارس. دورة ثانية ايتيف ماسترس. اللي هي ما بين 30 و 50 سنة. ونوافها دور عدد قياسي على المستوى الوطني اللي شاركوا فيه. وذوما الدورتين هادوما. دوقع عنا اربع دورات معنا ايتيف ديجاس. وليه حاجة جديدة في الفرعة التنس. نداء الجماهير يجوا تفرجوا في التنس. احضروا تفرجوا في مباراة التنس. خاصة ان الشعب التونسي يحب برشة التنس. في الاستنوات الاخيرة القليلة الماضي. مادام يوسر نيجا شكرا لك. حظ السعيد لكم في مارسا ويمينز تنس تور. ان شاء الله الدورة كل شيء يكون على مستوى. وانا واثق من قدرتكم في تنظيم الدورتين. هذوما ليبدأوا من 28 مايو في 11 جوان القادم. مرسي بكو. مادام فاصل مش نحكيه على كرة القادم. مش نحكيه على متخب اقل من 20 سنة مشاركته في الموت. اي اف ام. انتو متاسمو في اي اف ام سبور شيك. امين جلنزا على اي اف ام. احلى راديو. بعد ساعتين وستاشن اطقيقة على اي اف ام هذي سبور شيك. المخرجة فكرتني قتلي. خاد القرب يروجه ماخر وليستار وليستار كما قلت انتي ها خال. يبعث المساج يبعث المساج اي اف ام على خمسة وثمانين. مانيا. اذي الرقم اللي تابعت هادي مساج قيمة 980 مليم. وانا استنى وانا بعض. شنو تربح من بعض. شنو تربح يا خالب. تربح قضية قيمتها مليون. الف دينار. ولا تربح الفاليجة. عشرة مليون. عشرة مليون. كل نهار اثنين. كل نهار اثنين فا مزوز. العنين. بيسر فا مزوز. مش يربحوا مليون. والقضية توصل للدار يا خالب. اي اشتبعت. اي اف ام. 85. 85. هذا المساج. يأتيك سؤال. سهل. سؤال ثقافة عامة. مثلا. كما قلنا اسألة من النوع. عسم توني شنو؟ عسم الجزائر شنو؟ عسم الجزائر شنو؟ شكون منشط برنامج سبورشيك؟ شكون منشط برنامج ميسيونة بوسبل؟ برهن بسيس فين اذاعة يخدم؟ سؤالين. اسألة من النوع هذا. محمد يضحك محمد. مثلا. شكون الكرونيكوري اللي العب في النادي الافريقي. وفي النجم الساحلي. والملعب التون شوي يخدم في سبورشيك. دعاسي. لا دعاسي. دعاسي يخدم في البيزنس. في امريكا في تكساس دعاسي. تسلموا عليه. تحية. لذلك. ابعث اس ام اس اي اف ام على خمسة وثمانين. خمسة وثمانين ثمانية. تربح قضية مليون كل جمعة. وتربح العشرة مليون في الفليجة به. قبل ما نتحدث عن منتخب اقل من عشرين سنين. محمد صلاح يعتذر للجماهير. خالد من عرش كنشوفت رسالة محمد صلاح. نجامهير ليفر بول. ليفر بول اللي يتأكد انه. ما هوش بشي شارك في الشامبيينز ديق العام القادم. قالوا مرانا نحنا ما كناش في المستوى. راو. راو. مش معقول انه فاريخ كيمة ليفر بول. لا يتأهل للشامبيينز ديق. صحيح مين. انا بنسبة لي محمد صلاح. ما انت. بيتور دان طولي طن في ليفر بول. هز معمل تيتر الكل. كما البارح نقرب في جورناليست كبير في اسبانيا قال. محمد صلاح لازم يبدل من ليفر بول. يمشي كل سواء الريال يا البرشلونة. اللي ملعبش في الريال والبرسا. ما تسميش لعب كورا. ما هنتي توافقه؟ نوافقه. 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 نوافقه على خاطر خاطر هز كل شاي. ومع تبيتور فات حتى من ستيفان جيرار. دونك اسمي يبدل يشوف تجربة اخرى. ستيفان عاد. ليس ستيفان. ستيفان جيرار. دونك انا مع تبديل الكلوب يمشي البرشلونة والريال مدريد. مكش ما عندوش اجان بيه. انا ننصحوا بجان بيه. تون نقترب خواني. او عندو سليتي مع المصار. شكول. محمد سليتي اذاك من مكتشفي محمد صلاح. لعب ضده محمد صلاح كان في مصر محمد. بالحق 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 بالحق. ما تفكرش. ماتفكر. مقاولون العرب. نيكرو. في هو وقت يالب سنيور. ني واختر انت الفترة اللعبت فيها في مصر. مكانش يعني بالبروزة ذايا هو. اي بمسور ما كانش. وقتين انت العبت في مصر هو ذول. هو يلعب في مصر. اي مقاولون العرب. اي. وما تفكرش. انا ناكد. ناكد لك مين. اي مقاولون العرب. اي اي ما انا اكد لك اللي صلاح يتذكر اللي هو لعب كوتر سليتي من سليتي ليه. زعمه. مممم. وقتها موحام سليتي رأي استار معناه موش موحام سليتي؟ استار صغار. اول ما تخلق عليك الى استار اي ارني فتار. هو قاعد يتعلم وتصنط عليه. يعني الجديد عنده هو. قديم عنده يدة. مممم. يعني في التربس كيف كانت المعاملة معه؟ كيف كنت في التربس؟ ماذا سأتحدث؟ لا، في التربس دائما سريو، الحق كيف كان؟ هو سريو؟ سيكون لها سريو أنت تساعة ميكرو بعيدة، أنت تساعة سريو؟ محمد صلاح ورسالة الاعتذار، تعتبر محمد صلاح هو الهدف العربي التاريخي للبريمير ليج الإفريقي أيضا، محمد صلاح وقيمته معناها محمد صلاح في العام القادم، تفقد نوعا ما من النوكة؟ كن رأسا ولا تكون آخرا هو، والحاجة لأنه هو رأس، رأس الفريق رأس الفريق هو سيوبليجي، يعني يقولون نحن تحمل مسؤولية؟ بالضبط، هو رأس الفريق سيوبليجي، هو اللي عليه الأنظار الكل سيوبليجي هو يزمو يتكلم، هو يزمو يطلع ويعبر، هو المسموع هو اللي عليه الأنظار الكل، يطلع ويطلب اسماع لأنه كان في واد ومن بعد ليفربول، ولاد في واد آخر كانت تلعب على الواجهات الكل أما محمد ما وش متضر أنه بشي 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 طلب اسماع من الجمهور لكن هنا محكا كشخصيته هو قوت لك كما قولوا احنا رأس الفريق يعني هو اللي قوت لك النجم، وفهمت ويعني مش نجم في ليفربول بركة يعني نجم حتى في العرب، يعني اللي كاسب الجماهيري العربية ليفربول كاسب من مشكون، من صلاح يخرج يعتذر وطبيعته هو كان حتى كأول مجال ليفربول، قال أنا أخويا بش يرضي الناس، كان هو طبيعته وطبيعته زاده سلس في المعاملة يعني يعرف يقيس، قال أنا أخويا قالوا ليش كون انت كيفش كونت نجم تكون أول مجال ليفربول؟ قالوا بكم ماذا بيا أنا نعمل اللي عمله اسجرار، فهمت يعني هو زاده يعرف يتكلم، يعرف فيش يدخل روحه، يعرف فيش يدخل في الجروب جمهور حبه، جمهور ولا يهتف باسمه ولا في كل بلاسة تصاوره، سيوب اللي يخرج ويقول يعني يعتذر، حاجة رمزية المقاولون العرب مش حرس الحدل، لعف المقاولون العرب، أرب كونتركترس، المقاولون العرب ما لنا نتصاور نراه العبد ضده، عام خرج هو من المقاولون العرب يظهر لي عام 2012، فهم نتصاور نراه العبد ولعب مع فخر دين قلبي، هكذا ولا في المقاولون العرب، فخر دين قلبي وقتها حملة كانت نوعا مية، معناه حملة استهزاية ما عاش بتنيش الحقيقة فيما يخص فخر دين قلبي إذا ما أشوف محمد صلح وين وصل وفخر دين قلبي، وين وقتها؟ ما عاش بتنيش الحقيقة الحملة اللي صارت على اللاعب بالنسبة لي ملعبش. ملعبش يعني في يليفر أفو. يعني اللعب في ليفر كول ملعبش في البرسة. و الألريال. اذا قالها خالد قربي. آه قال دم جورن?". قال. انه U Jornalist قدب بنى للموقف. No لا لسك إنك تتعلم في أكبر بطولة في أقوي بطولة في العالم. يعني اللعنفت على زوج الجمعيات صحية من أقوى الجمعيات في العالم. لكن انت زادا رك تحكي على اقوى بطولة في العالم ناحية تكمل في رق يعني بالعكس زيزو زيدان تلقى عرض من النصر حسب تقارير صحفية قيمته مية وخمسين مليون نورو سنويا محمد لكن زيزو رفض العرض اذا حب يرجع الاوروب فهم واحد يرفض مية وخمسين مليون نورو محمد لا قبله رفض مية وعشرين الفورو بمورينو عشر مليون نورو مورينو مورينو هو اللي رفضهم قبل اول حاجة كان توجه حسب الصحافة السعودية بتبيع حسب المصادر متاحهم التوجه كان المورينو كلمه مورينو رفض لكن زادا بعد كلمه زيدان رفض زيدان عنده تموح اخر زيدان عنده واني قطلك زيدان يتبنى الهوية الاوروبية وعنده مزال في اول كاريار وكاونترونير كما نقولون احنا في بدايات كاونترونير يحب يعمل ما اكثر في ها ستاتة شمبيونز ليغو ربعة لحظة مع ريال مادريد ما عندوش تجارب اخرى مش كما مثلا غورديولا مش كما انشيلوتي مش اي اه كما اي انترونير اللي ما اخذ اسمهم هو هو ما اخذوا الاسم متاعه كما اسم اي اسم متاع انترونير كبير لكن هو ما درمش كان ريال مادريد اللي هو لعب فيها وتحلط له الافاق فيها وامنوا به وجمعية حاضرة وريال مادريد مهما تكون عندها الامكانيات لكن هو يحب يعمل حاجة ما اقوى يحب كوب ديمونز يحب يحب يشد اللي بلوش يحب يشد اللي كيب ناشونال فما كلم على اليو فيزة بل زابط اي حب اما انا ما انتفقش معاك برجا كي تقول لي في بيديته معاني يا زيدان انا اي افاق سنين وانا اخص سنين وانا اخوط لك انا الاسم متاعه مولاسم متاعه كاسم هو مورينو ورينو في الريال ما هاش ثلاثة شمبيونز ليغو ربعة باه لا مش مورينو مورينو ورينو بارش لي هورينا في الريال ما نجمش يعمل لي عاملو زيدان مثلا انشلوتي ما عملش لي عاملو زيدان معنا ثلاثة مرات انتي تحكي على شمبيونز ليغ في جمعية واحد باهي فما امور احنا كريعة انا فما امور انقيسها انقيس نوه في الريال مدريد انا نمشي تنهز بها داكوردو اي حد اخر تنهز بها الريال مدريد دي ما حاضر بانشلوتي ماسته لحظة الحكي علي كرما اسمعني بانشلوتي هذا كتر وحد دي لحظة انه شو 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 فما هسه لأresponsاع كمام جهوريج بس كنت لقول من في الستاج م كم صاع انا شو le next هو زيدان كما اخو اسم اخو اسم بتاع انترنور يعني في نفس المستوى كيما غورديولا كيما انشيلوتي كيما لكن هو ما عندوش تجارب تجارب امتاع مهوما اللي هو تخوله وهو بشيخ والاسم اذاك سي هازتي تروات مع ريال مدريد لكن ريال مدريد في كل عام تلقاها حاضرة ريال مدريد اكثر واحدة هزا تشمبيونزليك في العالم اطلع مرة قل سنك هاو ماليا الفرق اكثر واحدة هزا تشمبيونزليك في العالم هو قتلك يعني والجمعية تحلقه الافاق والكل امشي اللي بلو امشي اليوفي وهيز بي هاز scarce ب equality اشت Gul روما اللي ما عاملوش روما عاملتوش حيات weighta كلها ما عامل이� لها هو ثماتاو إيهاو غورديولا اما هزا كنبيانزليك مشاه واعطة الايمكانيات esneh باركبوا عندوا للفرصة بشي هزا كنبيانزليك مشاه لتحد Furuk اشت Thanks to stop مشاش مشاش اوكي اوكي مش البيان عطوكم لكن في كل من يمشي في كل وين يمشي هو ديما ناجح اشترك لتحفيزيك ذكرة الوحيد خالد تتفق معه فيما يخص زيدان أنه عنده نفس اسم المداربين الكبار لكن تجربته مش كيف كيف ما انتفقش معه لخاطر أي واحد مش أي واحد شيز تروها تشامبيون زيك سيسيف الريال ولا إمكانيات ولا مش إمكانيات زاد عنده خدمة خدمة كبيرة عرف كيف يوظف اللاعبين هو أنا بالنسبة لي أنا زيدان يعرف فوقتيش يمشيريني ولا وقتش يعرف يختار تايمينغ مهم تاو جيتو برشا عروض اليو في برشا حتى في برمير ليج جيتو بيس جي جيتو محبش هو بيس جي رفض على مرسايف فهمت دونك سيسير اللي هو سنيب شيريني شوف الفريق اللي بشيريني فيه اللي يدرب فيه حتى مرة تقال الكلم على منتخب قطر بسعر خيالي قال الكلم بورجولة وزيدان ميحبش تحدياته ميحبش تحدياته ميحبش تحدياته وقالك يعرف يختار صحيح يعرف تختار ميحبش التحديات انت مورينو ما يخوش الانسياتي في نقولك انا هدي مش نمشي نعمل بها حاجة جمعية صحيح لوطة مش نمشي نعمل بها حاجة روما روما تحت محمد لا تحت عنده مشاكل لا لا تحت ما مش تحت كرويا لا لا فما صارت مشاكل غديكة في البرمير ليج صارت له مشاكل في اسبانيا مورينو يقعد مورينو يا ودي انا بالنسبة لي انا مورينو متاع تحديات يقعد مورينو تحديات يقعد مورينو تحديات بوارديونا متاع تحديات زادة روما مرحب ابقاء مورينو تحديات مورينو مورينو طيب ما تبيعته مرة تحديات مولدة بالمورينو مہم ماتريوب مادام نحكي على زادة ابن زادة حاس لك زادة حاس عبار قابل تقارير صحفية السابقة قل انه سيعز صفف المنتخب الجزائري لكن البارح في انتربيو في الیکيب قال أريد أن أعرف أن نلعب في فرنسا مستحيل يلعب في الزاير مستحيل يلعب في الزاير حسب لك المنطلطين تعبوه مهما يكون وهو أصول جزائرية لكنه فرنسي حد النخاء فهمت؟ الهوية يعني طابع لي كان في الاسم فقط هو عنده الهوية الجزائرية كان في الاسم زيندين زيدان أما باقي الكل فرنساوي كامل حتى حبه الفرنسا أكثر من حبه لأي بلاد أخرى ويذكر فرنسا والجمهور يعرف اللي زيدان يعني يحبه فرنسا يعني حتى الجمهور الفرنسي يعرف زيدان منتمي صنبرو ما عندهش حتى صيلة إلا بالاسم ولذلك ما تكونش أنت والدك نقوله نحن أحب سبانيا زيدان أيضا شو شو يعني عيس بن سبانيا على الفرق على ريال مدريد فا بلوسا ما يعني كلهوية متاعه كشخصيته كانتماءه انتماءه فرنساوي لكن أنت تحكي على ولده أنت الولده يا أخويك يتبدأ أنت البو هو أكثر واحد اللي يواجه فيك ولي نصح يواجه فيك البلاسة هو مش معطرف بيها خالد لوكا زيدان ترى عنده بلاسة ممكن في حراسة مرمى منتخب جزائري تعرف أزمة ممكن في الفترة الأخيرة وكي جاء من ماتس ديفيزيون 2 ليق 2 ماندريا العفريقان في الليق 2 زغبة في الدمك والذي لعب في السلاج الأخر زغبة وماندريا واحد في الليق 2 واحد في الدوري السعودي في المقابل لوكا زيدان يعني أرقامه محتربة في الليق 2 لعب 30 مباراة على 41 عنده 13 مباراة استقبل 25 هدف تكون في ريال مادريد لعب في راسينغ سانتندير فاليكالو لعب ماتش في مادريد لعب في ريال الفريق الأول لعب في المنتخب الفرنسي الأسنيف الشابة ترى عنده بلاسة معناه في منتخب الجزائري شوف أمين في ظل معناه النقص في الحراسة المرمى مثل المنتخب الجزائري وفي معناه النقص مثل غاردين بوت كما كنا نحكيو ديما في كورة القدم ظهر لي ولد زيدان معناه يصلح بالمنتخب بخطر في البرفورمانس تعليه غاردين الأخرين مثل المنتخب الجزائري يكون وحيد اللي كان ستابل سنوات القليلة الماضية مبوحي مبوحي وليا يعني أن يكون نفهم كلم ما بين زيدان وبالماضي على ولده وينجم تكون لانتي لقها متاع وتتصور أنت ساعفها مع علاقة بين زيدان وبالماضي ينجم علي ينجم يكلموا بعضهم يسألوا على البرفورمانس ومتعودوا وشنه واختي هو شد في الارمدية ودخوا ماتش في الكوب ووقت هو زيدان ينجم مع أنت يعطي رأيه محمد يضحك ليه ليه حكس ليه وشوف والله أنا نتحدى كان هو زار الجزائر نحن نعكو فيه الموضوع نتحدى لكان زار الجزائر هو مش مش يمثل ولو كان الأمر مطروح ولو كان الأمر مطروح على الطاولة وكذا ورئي الصحافة الجزائرية رأيه الصحافة الجزائرية رأيه قلبة الدنيا خلو زار الجزائر وكرمو هذا فيما يخص لوكا زيدان واحتمال ممكن تمثيل منتخب الجزائر يبدو صعيب نوعا ما بعد تسريحه وأنه يحلم باللعب في الليغان ومع منتخب فرنسا قبل ما نحكي أمين بالله لحظة خمس ثواني خمس ثواني رأيه نحن نحكي على لوكا زيدان اللي أنه أبوه زيدان أما كقيمة ما شوفنا شي ما شوفنا شي بيه تربح مليون كل جمعة مليون قضية أو القضية توصلك البيب الدار وعندك فرصة أنه تربح الجائزة الكبرى الفاليجة عشرة ملايين كاش مع الفاليجة كل الربح إيجا إيجا فاليجة كما قال خالد القربي منتخبها قبل وعن 20 سنين وحقق أول انتصار لي في المونديال والثاني في تاريخ مشاركتنا في المونديال بارح سجل أهداف المنتخب يوسف سنينة على طريقة رابح مجر شايم جبالي ومحمود غربال وتشوف في السوشال ميديا كل محمد تصريح خالد القربي يقال شايم جبالي مواطن عادي في السوشال ميديا كلهم مبرتاجين بونتو شايم جبالي ويقولوا وتصريح خالد القربي تبريزي لا هو شوف طو قربي يعني تضخين قل مواطن عادي تضخين لكن هو تحكي مثلا أتات ربوزيتا يقول لك متوسط أما هو على الهالة اللي عملو هالو قال لك هو مواطن عادي فهمت يعني قربي خطر زيرو كالكول ما يعني زيرو كالكول ما يحسبش يعطيها دراكت يخرجها كما هي لا لا أنا أقول لك زيرو كالكول يعني المعلومة يعطيها لك خطر تخرج دراكت كراويا كراويا البارح منتخب العراق كان أفضل منها واضح ولا كان خير من قالت كلمة أنه غفصنا كوراويا لكن نحن ربحنا تلايف باي شوف أول حاجة الاستنتاجات اللي 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 مفهمش الكورة يعني في نقاش تحليلي استنتاجات اللي مفهمش الكورة في نقاش تحليلي على مبارات أول حاجة ينتبه لها شغول يقول لك المراكز المهمة اللي ظهرت ياسر في المبارات اللي هي يقول لك حرص المار الصحي هذا اللي مفهمش الكورة حداشن تصدي باي نحن مش نحكو جروس ومودو يعني نحكيه ورؤوس أقلام بايش من ندخلوش في غلطيكي تاكي أول حاجة غياب صانع ألعاب غياب صانع ألعاب واضح نحكي على الميت تون ولا صانع ألعاب اللي يتوج مجهود الفريق بهجمة منظمة انت صانع الألعاب هذي معناش جملة باهي ثاني حاجة انت غياب مركز متاع مهاجم صريح اللي يعطيك التوازن والحماس والفرجة الجمعية يقولك مت كاملة هذي ثاني حاجة انت تحكي على منتخب العراق سي اخويا في منتخب العراق كان خير مننا على جميع المستويات انت تجي نحكي ونحن ما تقولك والله نحنا نسمع في عباد تقولك احنا اخويا أكثر أكثر ليه أكثر ثلاثة بونت وقع ما صارتش عنا ما صارتش في كوب جيمون جملة 26 شوطة شوطنا 6 ليه 11 كدري 4 نحن كدري ليه نحن يعطيك حسيات ارقام الارقام نتك لا يقولك نحنا ثلاثة 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 بونت وثلاثة بلاش أكثر ريزولتات عملتها ليكيب ناشيونال كذا كذا خويا لكن ما جاش عندك حرس مرمى كنت تاكل الخمسة ثلاثة ستخرج اللعبة خمسة ثلاثة لكن هذا أرد بألك أنت مع فريق عربي رو معاك لك ودور مش مش يصير لك لوعدات هذه الورقوية ربي مش مش يصير لك الحاجة هذه أرد بألك لأنه فريق عربي تاكتيك مو نضج تاكتيكي لا لكن تاكتيك مو قوي لكن تاكتيك مو كان 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 تاكتيك مو كان ناقص شنو الشوطة الثاني هو هناك تصحيح أخطأ نحن من قبل المدرب وحتى اللعبي بأه لأنه في في كان فما تفكير فردي تفكير فردي كل واحد يقول لك أنا أخويا نقلع طلحي مش ولهي بصاحبه فماش شما التاكتيك اللي الوتوماتيزم نحن نحكيه عليه اللي متناغمة بين الجوارات بأه نحن علاش يبين لك كذا لهنا نحن زادة نقص بي بي جوارديولا نقتبس حاجة يقول لك الإرهاق في المستوى العالي هو ذهني فقط بعد ذلك تأتي داعيات يعني الربح والأخسارة هي في التحكم هي التحكم في العقل قبل الجسد نحن نحن كنا غايبين جملة لو يعني تعرف العراق غفصتنا يعني حتى دوزيان دوزيان زادة كيف كيف كتلعب عندهم بتدي تاي حكمت فينا تصحيح تصحيح أخطاء مقبل منتصر في الكونتر عب الوسط ولا يلعب على الكونتر فما ريوسيت ستري بيا كي صححة الأخطاء لكن راي العراق ماهيش لرجوية من رجوية مايش العراق خال من رجوية مايش العراق ولا يمين مش شو نقول لك اللي عمل الديفيرونس البراها أول واحد علامة كاملة اللي بالنسبة لي أنا الحارس المرمى اللي عنا برشا مش شوفنيش في المنتخب حارس المرمى متمكن من روحه وعنده كونفيرونس يروحه والحقيقة معانت برسوناليتين متاع متاع كيب ناسونال أه اللي عمل الديفيرونس البراح بنسبة لي أنا ويل الدربالي الضاوي بالتوج تكنيك متاع والضاوي كيما الخصال متاع كيما يوسف ودراجي كيما ناكي معانت ميعتيك تكنيك مانفور يعتيك الحلول يعتيك الحلول ليه يبدأ حتى ما ملقينهوش ما هوش موجود متاعش علي وقتش يعمل لديفيرونس خطر الديفاس متاعو هو بوشنيب زادة بالمونتين متاعو عمل الديفيرونس غايث الوهي ببوست مش متاعو الحقيقة بالنسبة لي أنا معانت غلادياتور في التالي معانت لعب بقلب ويلعب بقلب وبرشا واش دي السنين اللي بالنسبة لي أنا منقبله وبرشا حكيه وعليه ملعب من تيراز عالي يزم ياخد فرصته أكثر في النادي الافريقي هذو ما هوما الظاهير الأيسر زادة عجبني لحقيقة تأهلنا مبروك علينا الانتصار دي ما مزال ماتش كبير مزلنا متأهل نجم من حسابين لا قلتك مبروك علينا الانتصار برح ان شاء الله نتأهله وفرضية تأهل يزمنا حتى الخسارة تأهلنا من أفضل المنتخبات في المركز الثالثة أربع أفضل المنتخبات في المركز الثالث دون إن شاء الله نتأهله في مركز ليس ثالث في ثاني عليش ما نربحوه نجمه كان يعرق فيش المدرب عنده الإمكانيات مش يربح عنده الإمكانيات مش يربح ويلعب الند للند لكن يزمي بدل الرؤية متاعهم احنا جمعيا نلعب ديفونس بالضبط طيو انت بش تلعب لرقوة محمد شنو أنا بروش معنا بش تلعب التالي بش تلعب دفاع بش تحاول تلعب عن نور طيو هو سلوة شو وات لعب دفاع ديما دفاع رمفورسي تجرب ستتحل اللعب مع لرقوة محمد يا أخي طيو أنا أنا يزمك تمن بروحك ماذا دايزم كيفويت رياليست 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 مان أنا كنقول رياليست يا أخي أنا ماذا بيا نقول أي كان جات جات ما جاتش ما جاتش لكن مالا لش ماشي كوب دي موند فماشي شوف مورينو مورينو ربح البرصة بعشرة التالي هكا ولا لا يلعب على الكونتر لكن مسكر بلوك وبلوك في اسباس صغير عملنا بتاع سيزمتر صور ضد البرصة طنبك البرصة ماسيو وشافي ونيستا زلتان معاه لا لا ذو مباركيزي أنا ما نقول حكمة في العالم البرصة زادة كيف كيف أنا دي ما عندك رؤية رؤية أخويا ندرس هني قلت لك أنا الماتش لولاني كانت قلة قلة انعدام الدراسة متابعة للفريق المنافس أنا أخويا موسي لعبوا قدامك ندرسهم ونلعب على مكانياتي شمني في الفريق اللي نخصل نوقفها كثافة العدادية في شيرة البون فورم ما نلعب البلوك نلعب البلوكي كيب يكذب عليك رو البلوكي كيب هو يحكو في الجمعية يبقين لك الجمعية قوية ولا لا شوفوا البلوكي كيب هم حتى في الاستاتيستيك في كوب ديمون يشوفوا البلوكي كيب كيف يشلت حركة نتاعوا يشعرفوا اللي الجمعية قوية تكتيك ما ولا نحن الضعاف في التكتيك ما قوينا في هذا كهو ان شاء الله ان شاء الله التأهل بأي نتيجة يعني يلزمنا نتأهله معنى الحقيقة للدول الثاني كريستو بالنسبة لنا بلاش كريستو بلاش كريستو لو لا قدر لا نعب من غير كريستو بلاش كريستو والورقة الحمرة متاع زيدة اللي اخذيها البارح معنى طلع برك في المنتخب أنا عندي هنا زوز حمر هو والاخر زيدة بشتاخد ورقة حمرة في تظاهره كي من هكا كوب ديمون والفريق متاعك مستحق لك اي 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 الغياب مش بشا لعب كريستو ومينة ناصراوي من زنها ما نعرفوش رايين ناصراوي في اخذي ورقة حمرة شوف انا قوتلك كريستو الاهلي المصري يطلب او يطالب بالتقرير على إصابة اللاعب وشنو البرنامج التأهيلي اي بو ما كاملش التأهيل متاعه على اثرها محمد في دقيقة ستاستين هو تضرب نلعب بساعة وشوية كريستو اخطحنا نبحين اثنين شي اصيبه وغادر المباراة الاهلي يطالب بالتقرير حاول إصابة كريستو منعرفوش بشي عبوده هو يخسارك لحقيقة من نسبة لي انا خسارة كبيرة اذا كريستو ملعبش ميرجوه ميرجوه خليه نشوف هو يلعب هو يلعب ميرجوه 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 يلعب يجرياك يجرياك صحيح وربيد لكن يجبك تنجره انتهيزه فما ليفور يجبك تقسمه مش كل كورة يجبني مفوق امين نحكيوه يمون في مزان صغير امين 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 الماتش الماتش الاختر كل ميشي لانه البرح ميشيت كريستو اي كريستو وليزوز مونتري حتى المبارلة له اللهبات مانتا انا انا كنت قلت العبيدة اللي تتلوم عليه قلت كما يسلم ساكني وامل دراجي مانتا ما رجيش تختر من الكوتهم اممم من جييل اختار كين من الكوتهم دي انتي كنت قاسي قلت مانتا عاد شو نقولك وشي مش بالي امين شو مجبالي مش خايب امم شوف نحنا لكن انتي يزمك تعتينها الوقت انتي تحكي على الهالة الاعلامية نحكي على الهالة العالمية لا 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 مش يدخلوه في الجو مش يدخلوه هو مهوش خايف هو إليه مهوش خايف لكن مزيل ما بيينش تشوف طالون بتاعه في التوش دوبال في الجاري في كذا تحسلي هو ملاعبي لكن كائنتي بش تبين لنا سير طيرا لا مزيل لكن هانو يزمو تصبر شوية صبر لأنه مزيل صغير مزيل حمد أقلمش مزيل صغير في الكرة لأقلمش على وضع على اللعبة متاعنا. مش نكون. لانو اكثر الجوارات متاعنا محليين. ما مش متكارنين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا مردود افضل في قدم المباريات من كل الملعبية. مش كان شي مش بيري. اه من اقل ما عشرين سنحكيوا على المتخب المغربي. القائمة صدرت اليوم. قائمة اه مبارتاي الكاف فيل. وجنوب افريق. يعطيك القائمة خالد. اه في حراس المار مابونو لمحمدي بن عبيد. و اه يوسف المتيع. دفاع السيس. اكرد. اليميك. اه موفي. حكيمي. مزراوي. اه ادم مسينا. عبد كبير ابقار. اشرف داري. قدوس. وسط الميدانة. مرابط السابيري. اه مالح. لدريسي. لوزة. الشاعر. زياش. وبوفال. وفي الهجوم ابو خدال النصيري. اه الزروي. او الزروري. زروري. عفوا ان. وليد شديرة. اه عبد الزلزولي. اذاك. الزلزولي. اذاك. الزلزولي ما عايتوش. لانو يلعب على المنتخب المغربي. اقل من 23 سنة. وليد شديرة. اه حكينا علي البيرح. عبد الرزيق الحمد الله. وطارق. تي سوداليا. ذوما اه قائمة المنتخب المغربي. اه. 28 ملاعبي. محمد. 28 ملاعبي. منهم 23 ينشطوا في اوروبا. 23 ذوما منهم 13 يلعبوا في الدورية الكبرى. شكو جديد. الجدد يوسف المتيع ملويدات. حارس مروا. اسماعيل القندوس. من من البطولة البلجيكية. هذو مبالكجة. احكينا علينا حارس المروا. متيع. 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 اندجاه ذول من التأس صريحاتك انت عايت له رك رك. تفرجش فيك وعايت. لأنا الرقم على الي شدني. انه 23 ملاعبي ينشطوا في اوروبا. 13 منهم في الدوريات الكبرى خالي. مستوى عادي. مش من الفراغ راومين بش تصلك الادور متقدمة في في الكاس العالم را. ما انت عنده دستار. عنده ومزلت عنده هي المشكلة فيش بزلو عندها من يمون فاما خمساش ملاعبي اخرين يلعبوا البر. هاو متاع البرسة دايلي عمرو 15 ان. زادها ما بشيبش يلعب مع ال او 23 او 23 هكا. مه مه مه. دونك اه الحقيقة شو نقول لك اه منتخب ثاري بالملعبية. اه عنده ملعبية كاليبر كبار اه وبيننا الايام ايمين تو تشوف المنتخب المغربي هو ديجا قاعد يقارع في المنتخبات الكبرى. و بشو قاعد في ستوندينج متاع فرنسا بريزيل بورتوغال اذو. الوبجيكتيف لكن اه واضح انو تحقيق اسفريقيا القادمة معني بش بش تأكد الفيرفورمانس الكبيرة اللي عمتها في كسعة. شوف الراجراجي ما عنده حتى خيار. حتى عذر. حتى عذر. خطر المعبية موجودين. الفيدراسيون مفرط له كل امكانيات. التربصات كل شي معنا. فهمت? ما عنده حتى عذر انو مهسك وبدأ فيك جهل القادمة. نيل ارقام الحقيقة تحكي ارقام وقولك 23 مليعبي في الاوروب. 13 في الدورية الكبرى. محمد. ارقام عالمية. اه ترا انو المنتخب المغربي ممكن عنده بعض النقاش في بعض المراكز ولا. ولا المنتخب كامل حسب رايك. في افريقيا تراه هو الافضل حاليا انه محمد. شوف شوف. اول حاجة المنتخب المغربي في الافريق روند ممتعو مش كيف. مش كيف مثلا في تشامبيونزي قبلها كوب دافريق ما شوفنا هوش كيمة تشامبي كيمة كوب ديوموند. ما هوش كيف. اه موش مع الراجراجي. لانو لطا لطا لكن هم هناك جواريات. لكن لطا تع المحيطة بيا في الافريق وكذا ووسخانة وطيرانات وما ما تلاقي مش لملاعبية ممكن. اللي هم وثلاثة وعشرين قلت لي انتي هترونجي. ثلاثة وعشرين يلعبو البرا. يعني مزال تأقلم ناقص في الافريق. لكن هم قيمة ثابتة. كملعبية قيمة ثابتة. غوني فوك قيمة ثابتة. لكن هزا زادة من جملة تسهيلات للمدرب. يعني كما قوله بونيوس اللي هو. لانك تلقى انت يعني شكون تعمل. عندك اللي دوبلير. كتلافت البنك تلقى شكون تهبت. تلقى قيمة ثابتة تهبتو. اذا تعب طويك ولينا يقوله طوى في الفوتبول مديرن طويك وليت كل شي بالحسابات طوامين. انتي يجي يقولك عندك هنا يقولك لانا ليستش يقولك تك تك يضرب على الوردينتور يقولك هذي يقولك راو يقولك راو سيئة مزال سيئة وفايل سيئة لفورم طيعة ومعاج. غير ساعة مزال كامل. هذي سارق في العالم. انا نسرق المعلومة لك نطورها. وانتي سارق زادة. انا نسرق المعلومة لك نطورها ليماجيناسيون. حاجة اخرى. اه السكاوت وسكاوتينج فلو تقولي سكاوت بتاع المغرب والتقصية او الاكتشاف المواهب بيخدموا طول على طول معناه في المغرب. سليم الجباري مثلا اللي عباتي كومدري اللي قل من 19 سنة ينتمي لمنتخب سباني كي انا ذكرني برشا في حكاية حاكيمي. في تصريح ليه مع بين سبور قال كنت مع متخب سبانيا المدت عامين الفئة سنية الشيبة. انا دي سك بالله قد نكمل. في سبانيا. برشا 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 موتي التموضع الجغرافي بتاع البلاد. ايه مميسور بنيتهم بحار ما دي قد رحب. بيه. قال لك المرحلة دي نعتبرها مرحلة مرحلة تجيرب مع سبانيا جرّب. المرحلة مواطي ازودي اعكي. شكون? ماشي جاي على سبانيا. خينك خينك املك. خينك املك ما يعني الحسة هكا برشا محمد اي من قال الانت ما دفعني لاختيار المغرب ونتمنى ان نلتحق مستقبلا بالمنتخب الاولى في مادريد اقل نتعتاشن سناء سليم الجباري ايه وقت اشقال هذي تاوى دير نير ماو انهاري نذوم قال ما دفعني لعدمت البيت نداء لتمثيل اسبانيا هي المشاعر والاحاسيس لان الديماء تدفعك لاختيار المنتخب الاصلي وهذه الامور متجذرة في عائلتي قيمة العائلة لا لا مش حيال لا لا مش حيال اشرف حكيمي لا 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 اسبانيا اسبانيا ايه حد يحب ينتمى الاسبانيا كاكورة كاكورة يقولك اسبانيا هي خي لكن شكوتي وبني اخوتلك عاد حكيمي رفاض تكون حكيمي اشرف حكيمة ايا 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 ايه مطقة واحد في القادرة في القادرة هما هو تفوق الوصغير وقتا شقالها قالها بعضم يكوب ديوموت يجي للمنتخب المغرب عمرة 14 المتواة وقير زيادة يحسبها يقولك انا المنتخب باسباني نجم انان عبش ايه زيادة كما قال محمد أنا كي نخذر ليساً بتاع الماروك ونقف فيه زياش حاكيمي كي زياش ضعيف بيخترهاش سعي تكزك 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 برشة ملعبية معنا تسايل موغرية تسايل لك حتى كي الفدراسون كي مش تحكي مع الملعبي تسايل كله بشارع مع حاكيمي مع زياش حي أما زيد العائلة زيد العائلة اي اي عندها الدور عندها الدور كيفاش تقطر الملعبي كيفاش تغرس فيه ممكن نروح الانتماء للبلاد معنا حتى نحن في تونس منعبية كيك لحقيقة ما نحبه تونس وفضله على المنتخبات أخرى حنبع المثلا فما فرق ما بين أنا نبعث لك ونجيك ونكبر بيك كيما أنت إسبانيا ما عملتك حد شي بش تستقطبك نا هو يلعب مع إسبانيا يلعب مع إسبانيا يلعب مع إسبانيا سمعني شو شو في الصغار نحكيت أذك يلعب في الصغار يجيك مثلا المغرب يقول كيك بش تلعب معي إسبانيا ما تكلمكش يقولك انتي شو تختار بتبيعتك انتي لك شرف تجيني لكن هو اختار اللي شكون نقوله نحنا يدل وشكون يهزدو مورال وشكون يتلهابي حب سبحان الله هي كيكا وتدخل فيها المنافسة والإغراءات نوعا ما اللي صح ما زيد حتى إغراءات مادية فهم اللي ما يعملوش إسبانيا وفرنسا اللي أوروبا مش إسبانيا هكيكا تزير نعملش تزي نحنا نعملوه هم لا هذا الفرق نحنا عملنا قبل نحنا نعملو غراءات قبل قبل كانوا عن الفلوس ما عادش مش على تونس حاجة أخرى تونس نحنا طبيقة الساحة فارغة الساحة المحلية فارغة يلا فاصل مش حكيوا على نهاية الكيس بين التراجي والأولمبي البيجي فاصل ورجعي انتو ما تسمو في اي اف ام سبور شيك امين غلنزا على اي اف ام أحلى غاديو ماذي ساعتين وخمسين دقيق على اي اف ام اللي يسمعوا فينا الناس كلوا اللي تفرروا فينا عندك فرصة وتربح مليون قضية كل نهار اثنين زوز سعيدي الحظ فيجيين كل نهار اثنين قضية قيمتها مليون وتنجم تربح عشرة مليون عشرة مليون عشرة مليون في الكوب عندها عشرة مليون باجة يعني ديما تموحة ما تطمعش للبطولة ولا حد ديما عندها تموح في الكاس ديما جمعية متع كاس جمعية حاليا حاضرة جمعية عاملة بريس عشرة مليون جمعية حاضرة سنا شرتو شفناها جمعية عندها جوارات مطلوبين جوارات برهنو اللي هما ملعبية كبار في البلاي اوف كانت هي تحكم في برشة مقابلات تحكم في التوجهة متاع التصنيف جمعية ديس بيرونس طلع بد ديس بيرونس جمعية كبيرة غياب الدربالي اثر اكيد على حوزوز باجة عندي قدر بالي وكون بصا يعني زوز ركيز في الفريق لكن ديما عندها دوبلير جمعية ديما ديما قوتها في في اللحمة في الجروب صحيح في الجروب ما عنداش دي ستارك لي معروفين لكن عندها جوارات ممتازين لس بيرونس حاجة اخرى لس بيرونس انا نقول بارجة ما فزش بالكيس منذ الفين وستاش شوف لس بيرونس انا عندي رأي اخر لس بيرونس ديما تقعد لس بيرونس بارجة جمعية كبيرة وقلي في يوم الماء وقلي تيح طلحت الاس بيرونس جمعيات طلعت مش هما قويين وقلي طاحت الاس بيرونس بانت الجمعيات لكن حاليا الاس بيرونس بلاش الهوني والشعلالي انا نقولك رأي الجامعية هي هي ما يتبدل حد شي بلاش الهوني والشعلالي رأي ملزوزم ع بعضهم تقولي الهوني يرجع ونقولك رأي الشعلالي يروح لي كيف رأي فهم جامعيات الاسبيرونس طويق هي في مفترق مفترق شنو المفترق النتائج متاحة والتحديات الأهداف متاحة خسرتهم قاعدة لها كان هدف واحد اللي هو البطولة أي مزلت حتى نشوفوه حتى ترجع خمسة نقاط شوف خمسة نقاط صحيح والله شو نقولك خمسة نقاط لكن ديما يزمكوا رياليست يزمكوا رياليست رو مش عيبة رو بالعكس رو من الأزمات ومن المشاكل ومن السقوط ساعة ساعة رو أنت تبني عليهم رو يزمك الأخطاء تبني عليهم بش تعاود ترجعك يا مال تستثني التراجي في سراع البطولة تراني البطولة محسومة رؤيتك رؤيتك للبطولة شو شو الاسبرانس الاسبرانس اللي النجم عنده أربع أربع نقاط فارق على الفريق الخمسة على ترش وقت تكون كاملة زمينا وقت لي الاسبرانس تكون كاملة ري تخوف أي جمعية يا مش تكون كاملة وروا في يوم ما قلت لك الاسبرانس في يوم ما الاسبرانس وقت لي تتيح لتحت الاسبرانس يعني ريزولتات نحكي ري جمعيات ظهرت ما همش هم قويين ري هي تحكي لنا فترة انت نحكي على فترة معينة نهايه منهم ما نتذكر عشك تهدم نوعا ما حق جمعيات الأخرين فهم جمعيات هزت هزت خترية معينة هزت النحكي على فترة معينة ما نحكيش على الفترة سبب رابي خرجك رسالت شفت ليه ليه خطر مثلا نMYز بكي حطك في المطلق لا نحكي في على فترة معينة فهم جمعيات كانت قوية في فترة من الفترة يعني فهم جمعيات هزت عصرات ولا عصرات هي خلاة الاهلي. خلاة خمسة من عند سنداوس وطوي فيناليست. ري العصرات هي لطلعك. طبعا. لكن انا دي ما اقول لك الهوني والشعلاني ومروح الجمعية. بيه قلوس كتشو ايه عم بيتكلم. جمال اخشارم ذات معين الشعباني معين لم يسبق له ان توي جاء بلقب الكيس خال. رغم انه هز تقريبا كل شيء انه ينقص وكان لقب الكيس. تشوف امين بالغيابات ولا مش بالغيابات توقع التراجي رياضي التونسي. اوكي بيجا تعدي في موسم الس 2 عنده فريق ممتاز. اه طرف تلعب كرة. اما الحاجة اللي مش باي لبيجا صرتوه في الفينال كوب انه عنده غيابات بيرزة. اه. انا علم دربالي وكمباشا. صرتوه دربالي وكمباشا. مات الزوز اللي كانوا شدينه الوسط. اه. تحب ولا ما تحبش التاراجي. قلنا نحنا ماتش تتاوين. الماتش داك يتلعب ما يتربح مش يتلعب. اه. والتاراجي ما تقعدش عام ما غير القاب. ام بوسيبل ما انت. وانا نقول ونعود. مع انت التاراجي عندها اسمها عندها تاريخها تعرف كيفيش تجري للمقابلات. يصرتوه اني قلت لك. الشوام تعلي دار انو ترجع معين شعباني وليتار الفني. معت الاستقرار خاطر معين يعرفش كمو يجي لغروب ويعرفش يخل الملعبية. صرتوه قوي في الكمميليكاسيون. يعرف يرجع الروح. معنطي. صرتوه معتنا فرحان برجوه الروح. ماتش طوين برجوه الروح متاع القتالية متاع بارشة ملعبية. صرتوه الملعبي صغير. ملعبي معنطة عنده مستقبل كبير وعزيز. البيفول يلعب. اه. الروح الكبيرة اللي رجع رجع بها انيسة البدري. معت عندهم دي شواء. بش كون لحقيقة نيائي كاس معتا. نيائي كاس زوز فرق مع انت ممتازين. ان شاء الله شوفوا كورة ممتازة. وان شاء الله. اه. قبل نهاية الكاس فما الكلاسيكو غدوة بين النادي السفيقسي والنجم الساحلي. فما واضح انه فما لمسة من حسيم البدري مهاجم مهاجم مدرب النادي السفيقسي محمد النادي السفيقسي. اخر الاربع مباريات لا ينهزم يعني زوز تعادلات وزوز انتصارات. اه. النادي السفيقسي اللي ترتيبه مزال. اه. نوعا ما لا يليق قيمة النادي مرتبة السادسة. الساس. اه. مرتبة السادسة بعشرة نقاط والنجم في الصدارة بخطاء ثابت. والله يشوف همين. طيب علش دي ما محسين اللي السياسي يعني جمعية عادية. ولا يعني رزم البدري يجدها. ليه يودي رأي جمعية جمعية سياسي رأي جمعية قوية جمعية عندها تاريخ جمعية عندها هوية متاحة جمعية عندها جواراتها من اكثر الجوارات. طيلا يا اخو قولي البدري البدري قد يعني ريق السياسي كانت وضع كانت وضعية سيئة لانه نحنا طوى نحنا نشكيه في اه اه شوف اه اوش نقول لك حاجة مين. فضل. منقولوا واحنا يقولوا ما تدرب سيئ. منقولوا مسؤول اسوأ من. لانه هو اللي جابه وهو اللي حرم اللونترونير الجيد بش يجي وحرم الجامعية وضخ اموال واموال متاع الجامعية في اهضرها في ديريك كنت مو غلطين. انت جعلي انت جعلي انت جعلي شنو انت جعلي تدور في البطولة في الاداء متاع الفريق في جودة اللاعبين. هذان ينحكي جروب المو. سمعني. سمعني سمعني. اما المدرب. لكن السياسيس خوي رأي جمعية اخوية. محمد محمد. اما المدرب عنده اهمية في القروب. يا ودي عنده اهمية كي يبدأ المسؤول. اشوف راو اسمع الاداء الادات الاولى في نجاح اي فريق هو المسؤول. لانه المسؤول هو يختار المدرب. هو المسؤول اللي خاص جوارات. هو اللي يجيب جوارات. هو اللي يجيب المطريال. هو اللي يجيب الجزم. مدرب يبدأ يعرف في شيخ بملعبيته. ويعرف الملعبية ما انت تحبه. وتلعب على خاطره. وإلا مدرب يجي متكبر على الفريق وتولي له مشاكل في انت تشك في قدرة نبي المعلول لكن هو تغير في الترجي وهي الترجي. راو ليه قلت لك راو المسؤول كي تبدأ جودة اللاعبين. ما عندكش. راو ما عندكش عندك ما عندكش ما عندك ما تعمل. هذا يقول حقيقي المشكل لانه جودة اللاعبين انت تحكي. نحكي المسؤول وجودة اللاعبين. المسؤولة اللي مجودة اللاعبين سينجابها سينجيب اللاعبين بلاحيان. صحيت. ما عندك حتى دخل في حوارة. هو ماتش بركة لعبت مع مع إن شعبين هو تطوين. أما تشوف أنا. أنا كنشوف من فوق كواحد لعب كورة. نشوف أنا الروح متاع الفريق الماتشا ذاكا غيرها مع نبي المعلوم. نفهم فيك نقول لك عليش اي مدرب يا باي هاي الويدات هاي الويدات مو ريكسيون ديبها اي في تغيير المدرب تصير ريكسيون ماليزا من المجولات شكرا لك محمد سيد شكرا لك خالد القوي مارسي توت لكيب تخابلون هذا اثنين مساعتين الماضي ثلاثة بما تشتخلوا سنتين للحلقة هذي يال باي باي